تتغير معطيات الرياضة حول العالم دول تتقدم في ألعاب وتحرز دول الذهبيات في ألعاب أخرى وكل هذا يحدث حسب اهتمام كل بلد بنوع الرياضة وممارسة أفراده لها أما ها هنا فبلد لا يكاد يرتبط اسمه إلا بالمعاناة في كل شيء بلد ارتبط اسمه بالخسارة فقط وكأن ثقافة الفوز وتحقيق الانجازات أصبحت مجرد أحلام في واقع لا يبشر بالخير العام 2021 كان كمثله من الأعوام السابقة خسارة تتلوها الأخرى وإخفاق يتلوه آخر احتراف بعض اللاعبين وتحقيقهم لمستوى مشرف مع أنديتهم العربية كان هو الشيء الوحيد المميز البداية كانت لمنتخبات كرة القدم فمن المنتخب الأول الذي واصل مسلسل الخسائر المتوالية بحصد أربع خسائر متتالية في تصفيات كأس العالم وآسيا المزدوجتين وكذلك في التصفيات المؤهلة لكأس العرب بل وكان عدم التسجيل فيها رقما سيئا آخر تم تسجيله في تاريخ الكرة اليمنية الحافل بمثل هذه الأرقام السلبية الصورة المخيبة التي ظهر بها المنتخب الأول لم يمحها منتخب الشباب بعد خسارته أمام تونس والسعودية ليخرج إثر ذلك مبكرا من دور المجموعات لبطولة كأس العرب وحتى تحقيقه لفوز في مباراته الأخيرة أمام أزباكستان لم يشفع له أمام الشارع الرياضي أولمبياد توكيو شهدت مشاركة خمسة لاعبين في ألعاب مختلفة هي السباحة والرماية وكذلك الجودو وألعاب القوة تحقيق البعثة اليمنية لنتائج سلبية في الأولمبياد جعل الشارع الرياضي يصب غضبه على المشاركين في حين اتجه آخرون للدفاع عنهم مبررين ذلك بأنهم خاضوا المنافسات دون توافر أدنى الإمكانيات استمرار الكرة اليمنية في التير كان عنوان منشور لنجم الكرة اليمنية الكابتن علي النونو تحدث فيه عن وجود تدخل من قبل شخص رفيع المستوى في اتحاد الكرة لاختيار لاعبي المنتخب الوطني لناشئين مما جعل اتحاد الكرة يقوم بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر نتائج التحقيق لم تظهر حتى اللحظة ولعل الأخبار التي تم تسريبها مؤخرا حول إطالة النونو من منصبه هي إحدى تلك النتائج غضب كبير يعم الشارع الرياضي الذي يطالب اتحاد الكرة بالاستقالة الفورية وتراجع مخيف للكرة اليمنية جعله ضمن الدول المتذيلة في التصنيف الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر